اقتصاديا اجتمع وزير الطاقة والمنجم محمد عرقاب اليوم بالأمين العامة لمنظمة البلدان المصادرة للنفطة هيثم الغيس وحظر اللقاء مسؤولون من قطاع الطاقة والمنجم وكذلك وفد من مسؤول أوبيك وزارة الطاقة أكدت في بيان لها تطابق وجهات النظر بين الطرفين حول الوضع الحالي لسوق النفطة الدولية وآثاق تنميته على المدى القصير والمتوسط في مواجهة الشكوك التي طالت سوق النفطة العالمية لعدة أسابيع كما أعرب عرقاب والغيص عن ثقتهم الكاملة في الأثر الإيجابية للاتفاقية 5 أكتوبر 2022 المعتمدة في فيينا والتي تهدف إلى خفض الانتاج العالمي بمقدار 2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الفاتح نوفمبر 2022 من أوبيك والشركائها من خارج أوبيك ضمن إعلان التعاون وهو ما سيؤدي إلى استعدادة استعادة أقول الاستقرار والتوازن في سوق النفطة الدولية لصالح الدول المنتجة وصناعة النفط والاقتصاد العالمي ككل ترجمة نانسي قنقر